في بلجيكا ايد ميلسون مساء الخير شكرا على مشاركتك معنا في البرنامج يعني طبعا عايزك الاول تكلمني عن مطش الاهلي والحقيقة انت ظهرت بشكل جيد جدا بشكل جيد جدا خاصة في الشوت التاني هل في الشوت الاول مش عايزة اقول كده لكن اديته احترام اكتر من اللازم لفرقة الاهلي هل انت شايف انت لو كنت لعبته بجرأة اكبر مطش الاهلي في الشوت الاول كان ممكن ان انتو تخرجوا كزبانين كثير من الاحترام للنادي الاهلي لذلك خلال الشوت الاول لم نقدم الاداء المرجو لاننا احترامنا النادي الاهلي وبالفعل النادي الاهلي وافضل فريق في افريقيا واعتقد كما قلنا ان احنا احترامنا تعليمات المدير الفني ولكن للاسف قدمنا شوت اول سيء وفي خلال فترة التسخين كان لدينا تعليمات ان نقوم بالواجبات الدفعية كما يجب لذلك اعتقد اننا لم يكن لدينا الفرصة الجيدة لنفوز بهذه المباراة لكن اعترف اننا لعبنا امام فريق جيد جدا والاهلي من الفريق المتميزة فريق الشاب انا لن انسى هذه المباراة ابدا لعبنا مباراة جيدة امام فريق رائع ولذلك اؤكد ان الاهلي خريق يحترم صحيح ميلسون انت بقلك في الدوحة دلوقتي من سنة 2018 هل انت سعيد في الدوري الخطري انا في قمة السعادة منذ عام ونصف وانا العب هناك وانا احس اشعر بانني في بيتي العب مع فريق رائع في بعض الاحيان كان لدينا مشاكل في المدرب لكن الان الامور تصير بشكل جيد وانا بالفعل مصرور هنا في ماتش الاهلي اللي لعبت يعني كان في مباراة فردية بينكم من محمد هاني الباكرايت في الاهلي ايه تقييمك لي يعني كل فعل هو لاعب رائع مثل كل الفريق يؤدي وجباته كما يجب والذي لعب ضدي بالفعل هو فعلا لاعب رائع وايضا لديكم اللعب معلول هو لاعب رائع ايضا وعملوا وقدوا مباراة جيدة جدا وانا لعبت لعبي ولعبت بطريقة جيدة لكن هم ما انفازوا هم عملوا ما عليهم وانا لم استطع ان اسجل لكن هم من سجلوا وقد فازوا بالمباراة ادمي لو جالك عرض ان انت تلعب في الدوري المصري وجالك فرصة ان انت تلعب في الدوري المصري ممكن ان انت تقبل العرض ان انت تيجي الدوري المصري لو في عرض مناسب في كرة القدم يجب ان لا تقول لا يجب ان تستمع ولا تقول لا اذا انا لا اعرف انا سعيد في قطر واعتقد ان انا اقضي فترات سعيدة هنا ادمي تفرقت على ماتش بايرن والاهلي النهاردة ايه رأيك في ماتش الاهلي وبايرن النهاردة لو انت تفرقت علي لو تبعته انا اعتقد بايرن انه افضل فريق في العالم الان انا اعتقد انهم افضل فريق في العالم الان الاهلي فعل ما عليه لكن اخطأوا نفس خطأنا لقد بلغوا في احترام الخصم كما فعلنا نحن وهذا الخطأ كمير انا اعرف جيدا أن بيرن هو فريق قوي وكان الأفضل وهاجمة ولدايه أفضل لعبين في العالم ويلعبوا بسرعة ويلعبوا إلى الأمان لكن الأهل فضل أن يدافع عن أن يهاجم لكن أمام بيرن من الصعب أن تفعل شيء عايز أسألك عن أكيد أنت متابع جيد للبريميل ليج ومتابع جيد لليفربول إراك في محمد صلاح أنت تتحدث عن أفضل من أفضل اللاعبين في العالم الآن أنا أشاهده طوال الوقت أنه نجم خبير عندما أشاهده فأنا أتعلم منه كرة القدم مثل فرمينيو مثل ماني مثل الكثير من اللاعبين الكبار يجب أن أتعلم منهم هيدمي أنت طبعا على دراية كبيرة بالكرة البرازيلية وأكيد متابع جيد لفريق بالميرس إيه رأيك في المواجهة القادمة بين الأهلي وبالميرس ومين ترشح للفوز الأهلي أم بالميرس بالفعل أنني أعتقد أنه سيكون ماتش رائع لأنهم في فريقان رائعين وعندما شاهدت ماتش بالميرس يلعبوا بطريقة جيدة وأعتقد أنهم سوف يفوزوا بالماتش لأنهم يلعبوا بطريقة جيدة أعتقد أن الأهلي لعب مباراة مختلفة أمامنا لكن يوجد الكثير في المباراة القادمة بين الفريقان أدمي لو أنت تابعت الأهلي في بطولة كاس العام الأندية وأكيد ذكرتوه كويس جداً مع الكوتش مع صبري لموشي قبل المباراة لو الأهلي موجود في الدورة القطري في رأيك هيكون منافس قوي على البطولة؟ الفوز بالبطولة لا أستطيع أن أجزم بأن يفوز بها أم لا لكن يوجد لدينا فرق جيدة وسوف يكون في فرق الصدارة أعتقد أنه لا يكون البطل بمستوىه الحالي إدميلتسون جناح نادي الدحيل القطري واحد من أهم اللعيبة في الدحيل أشكرك شكراً جزيلاً على مشاركتك معنا